السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء اليوم سوف ندر صفحة 135 من كتاب المنير في اللغة العربية 5 ابتدائي نبدأ على بركة الله بمكون التعبير الكتابي في هذه الحصة سوف نتعلم مهارة كتابة إعلان هذه الحصة الأولى أذكر بعض الأماكن التي أصادف فيها إعلانات مكتوبة أو مرسقة هنا قالوا لك الإعلانات هو مثلاً مثلاً مليكات مش تدخل شي إدارة في الباب كتلقى واحد الورقة معلقة في الباب كيتبين فيها شي إعلان مثلاً على شي مباراة أو مثلاً أي حاجة كتعلن عليها هذيك الإدارة كتكون حطها في شي ورقة بحلهاك أو كتعلقها قدام مثلاً قدام الباب أو في مدخل دي الإدارة ممكن أيضاً كتلقوا مثلاً شي محل تجاري أيضاً كي يدير إنشاء إعلان كي يبحثوا على بعض العاملات أو بعض العاملين أو بعض الموظفين إذن هذوك الملصقة اللي كتلقوهم مكتوباً على شكل ورقة في البوابة أو في مداخل بعض الشركات أو بعض المحلات هذو كيكونوا عبارة بعض المرات على إعلانات مش كلهم ولكن كيكونوا مثلاً عبارة على إعلانات ديال شي حاجة أولاً كتلقوا شي واحد بها يبيع مثلاً داره كي يدير واحد الإعلان أن هذا الدار مثلاً بتتباع بهالثامل فلان فلاني إلا بغيته المزيد من المعلومات كي يخلي لنا مثلاً العنوان دياله ورقم تليفون دياله باش نتصلوا به إذن هذو هما كيتموا إعلانات إذن قالوا نحن هنا قندكروا بعض الأماكن اللي كنشوفوا فيها هذه الإعلانات سواء تكون مكتوبة أو لا عبارة عن إعلانات ملصقة في شبلازة أو ملصقة إذن الأماكن اللي ممكن نشوفوا فيها بعض مش كل شي غندكروا غير البعض بعض الأماكن التي أصادف فيها إعلانات مكتوبة أو ملصقة مثلاً داخل إدارة العمومية أو الخصوصية أو لا عند مدخل الإدارة العمومية أو الخصوصية داخل المؤسسة تعليمية مثلا كنلقوا لحد الإدارة مثلا دير نواحد طابلو كيعلقوا فيه شي إعلان مثلا على رحلة ولا على مثلا شي مسابقة ولا على شي زيارة لشي متحف أو لشي إعلان على أي حاجة كتعلق بالمدراسة شي إعلان كيتخصها كنعلقوه لداخل المؤسسة تعليمية ربق بعض المرات كنصالفوا إعلانات على صفحات الجرائد دائما كنلقوا إعلانات عن وظائف إعلانات عن بيع شي حاجة مثلا سيارة أو المنزل أو الملابس يعني كنلقوا إعلانات في الجرائد أو أيضا حتى في المجلات ثم في مدخل أو عند مدخل الشركات والمصانع اللي كيكونوا كيبحتوا على بعض العمال والعاملات أو المدى فين كنلقوا الشركة دير إعلان باش تطلب من اللي عنده مثلا شي شوروط خاصة يلتحق بيها باش يجري مثلا شي مباراة أيضا كنلقوها في واجهة المحلات التجارية مثلا كيكونوا كيعلنوا مثلا على بعض تخفضات يعني مثلا كيكونوا قريب مثلا رمضان أو لقريب العيد الكبير مثلا كيقولك بأنها كتنهي إلى علم الزبناء الكرام أنها ما ديراش تخفض وأن نهاراش غير يديروا لنا نهاراش وزع ما باش الناس يكونوا في الموعد في هذا النهار إذن هذو هما بعض الأماكن اللي كيكونوا فيها هذي الإعلانات المكتوبة أو الملسقة أحاولوا أن أصف لي أصدقائي وصديقاتي شكل كتابتيا إذا هذي الإعلانات كيفاش كتكون في شكل إذن هذي الإعلانات اللي كنصادفو كتكون عموما كتكون بخط واضح ديما كتكون هما كيلعبوا على الوضوح يعني إذا كان الإعلان ما واضحش ما عنده تفائدة لأنه ما أصلا خاصة لك الفكرة اللي بغي يوصلوها توصل لهذاك الزبن المستهدف إذن خاصة توصل سواء استعملوا الألوان أو استعملوا الصور أو استعملوا اللغة مهم بأي وسيلة بشارك الإعلان استخطب واحد الفئة كبيرة إذن هنا كتكتب الإعلانات عموما بخط واضح مع مراعة كتابة كلمة إعلان بخط بارز وسط الصفحة دائما كتلقوا هذي الإعلان ما أمنا كتلقواها في الجنب هنا أو في الجنب ديما كتلقواها هنا كتكون كتوبة بخط غليد وبين إذن هذه ركاف بارز وسط الصفحة كلمة الإعلان تتميز بالبساطة إذن الإعلان كيكون عموما مع واحد نص صغير صغير يعني ما كن نديروش فيه واحد شي حاجة كبيرة بشي بخلقها رائعية بالقراءة يعني خصنا نديرو شي حاجة خيرو الكلام ما قلة ودل يعني الفكرة اللي بنا نوصلوها خصنا ننصغوها بواحد القالب ليكون شوية مختصر باش يسهل على القارئ يقراها دغية في واحد الوقت واجيز إذن هي كتكون في الطرقات يعني القارئ ماشي واقف باش يقرع لخاطره يعني خصوه واحد الحاجة بسيطات غية غير يشوفها يعني ما تاخدش لي واحد الوقت طويل من وقته ويزيد إذن خص الكلمات تكون بسيطة ومفهومة وواضحة والجمل تكون قصيرة ومختصرة غندزل أتمرن إذن عدنا هنا ألاحظ وأقرأ الإعلان مقترح من لدون أستاذي أو أستاذتي لأنجز المهام التالية إذن هنا غاد يحاول الأستاذ غيقترح لكم بعض نماذج جول إعلانات ومن خلال هذوك الإعلانات اللي غادي تديرو في القسم يمكنكم انكم تملؤوا هذه الفراغات هنا تكتبت كلمة اعلان بخط مغاير وخط واضح ولون ايضا مغاير هنا تعلن المؤسسة انها ستنظم يومه و يمكن ان نعطوه شيء مبهام يمكن ان نعطوه شيء لتكون دقيقة يعني معلومات اللي ستكون واضحة يعني حتى الانسان اللي مهتم بهذا الاعلان غيكون فهم كل شيء يمكن ان يتصل بشي حاد ويسول يعني غير مجرد ما يقرأ الاعلان يجيب كل شيء المعلومات يعني غير مغاير مغاير يعني غير مغاير تبقى على الجوانب اذا تعلن المؤسسة انها ستنظم يومه مثلا يوم الاربعاء يوم الاربعاء ستنظم المؤسسة موسابقة الاختيار احسن اختراع توصل اليه بعض المتعلمين والمتعلمات لذا ندعو كافة المتعلمين والمتعلمات الى الحضور الى القاعة متعددة الوسائط يومه الاربعاء على الساعة مثلا الثالثة زوالا الثالثة بعد الزوال الثالثة بعد الزوال الزوال قمت بتحديد المدرسة تعلن على ما هو الموضوع هذا الاعلان المسابقة وماذا توجه لهم هذه الخيطة هم المتعلمين والمتعلمات يعني اللي توجه لهم هذا الاعلان وقلنا زمان هذا الاعلان يعني امتا تكون هذه المسابقة فهمناه الغاية من هذا الاعلان يعني كان واضح وبين وحددوا موضوع الاعلان سؤال الأول لحددوا الموضوع دل اعلان هزل photographed ما Has done الموضوع دياله هزل موضوع دياله لاختيار أحسن مخترع هزل هذا هزلوا موضوع الاعلان أعلقوا على جمل الاعلان جمل دل ل اعلان ك diesem كمانونه عبارة عن جمل مختصرة وبسيطة ولغتها واضحة ومفهومة ،متدوا إذن كل موضوع некоторые نجمة أحددوا إخراج الاشكل الإعلان إذن كيفش كل إعلان إذن الإعلان كيكون عبارة عن نص قصير مختصر يكتب بخط واضح ومقرؤ يعتمد فيه أحيانا على الصور إذن كنزيد ندعمه بعض الصور والألوان لشد الانتباه كما أن كلمة إعلان تكتب بوضوح إما بخط مضغوط أو باستخدام الألوان ويكون دائما وسط الورقة يعني دي ما كيجي في الوسط أذكر المعلومات المذكورة في الإعلان إذن شنين المعلومات اللي جات في هذا الإعلان إذن تعلين المؤسسة يعني كذا جات لنا المعلين المعلين هي المؤسسة موضوع الإعلان يعني شنوية السبب لخلال مؤسسة دير هذا الإعلان هو جدنا الموضوع هو مصابقة لأحسن اختراع الفئة المستهدفة بهذا الإعلان هم المتعلمين والمتعلمات مكان الحادث سيكون في القاعة أو في القاعة متعددة الوسائط والزمان ديالوغ سيكون نهار الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال إذن هذا هو أهم ما جاء به هذا الإعلان ثم نمر إلى محطة أخطت إذن أخطت هنا أوظف ما تعلمته لأخطت لكتابة إعلان يخص المواضع التالية إعلان لزيارة معرض المخترعات الحديثة إعلان لحضور ندوي ونشط أحد المخترعي المشهورين بمدينتي أو قريتي إذن هنا في التخطيط غير فقط كنديرو شنا من الخطوات اللي خصنا نتبعوا باش نكتبوا إعلان هاد شا غير درو معاكم الأستاذ في الحصة ديلة الإعلان إذن أغير الخطوات يعني كنديرو خصنا نشيروا المعلين خصنا نحددوا موضوع الإعلان خصنا نشوفوا شكوني هاد الفئة اللي استهدفناها أو الجمهور اللي غادي قرأ هاد الإعلان ثم خصنا نحددوا مكان وزمان لحدث اللي كيهدر عليه الإعلان يعني هاد هم الخطوات اللي غادي نتبعوا وأيضا الطريقة دي الكتابة الإعلان يعني الجمل كيفاش خصوهم يكونوا الأسلوب كيفاش خصو يكون اللغة خصت تكون بسيطة وواضحة لأنها كتتتهدف مختلف الفئات يعني الفئات المتقثة والفئات البسيطة يعني خصت تكون مفهومة وواضحة يعني هاد شكل شي تترقوا لي في الحصة إذن أنا غني ندوز معاكم مباشر الحصة الثانية لأنها هاد الحصة حصة التخطيط ثم بعد ذلك إذن ما لغة توصلوا الحصة الثانية دي الكتابة الإعلان إذن هنا هني وجدت مثلا غير نموذج بشتمشيوا عليه يعني بعض النماذج ديوا الإعلانات أعطونا إعلان لزيارة معرض المخترعة كحديثة تخطيت ليه أنا كتبت لكم على شكل إعلان إذن هنا عدنا إعلان تتشرفه إذن ضروري يخصي نكتبه كلمة إعلان تتشرفه إدارة مؤسسة أي مؤسسة بتكتبه تتشرف إدارة مؤسسة الصفاء للتعليم الابتدائي بالإعلان عن تنظيم زيارة لمعرض المخترعات الحديثة المزمعي تنظيمه المزمعي المقرر تنظيمه صبيحة الأحد المقبل فعلى الراغبين في المشاركة في الزيارة الاتصال بمقر الإدارة قصد مل استمارة المشاركة وأداء واجبات التنقل إذن هنا إدارة المؤسسة هي اللي كتبت لإعلان ثم الإعلان الثاني للحضور ندوي ونشطه أحد المخترعين مشهورين بمدينتي أو قريتي إذن هذا النموذج دي الإعلان الثاني ينهي المجلس الإداري لدار الثقافة والفنون إلى كافة تلاميذ والطلبة ذكورا يعني التلاميذ ديه التنوي والإعدادي وحتى أيضا الابتدائي والطلبة يعني التلاميذ هم دوك الناس اللي كيقرأوا في الجامعة يعني ما كنسموهمش تلاميذ ولكن كنسموهم طلبة إذن هنا يكن ندعيه كافة المتعلمين سواء التلاميذ أو الطلبة ذكورا وإناتا إذن سواء كانوا ذكور أو إنات إذن ينهي المجلس إداري لدار الثقافة والفنون إلى كافة تلاميذ والطلبة ذكورا وإناتا أنه سيتم تنظيم ندوة ينشطها أحد المخترعين المرموقين بالمنطقة وذلك يومه الأحد المقبل على الساعة الحادي عشر صباحا للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة المجلس إذن كانوا هم الإعلانات ديولنا ديول الحصة اليوم موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله